ايه اللي يزود المبيعات اكتر؟ انك تعرض على العميل منتج واحد ولا انك تعرض عليه منتجات متعددة؟ اجابت السؤال ده مهمة جدا لان فيه دراسات اثبتت ان ممكن مبيعاتك تزيد لدرجة 55% زيادة في المبيعات لو اخترت الطريقة الصحة بينهم لو عاوزت تعرف الطريقة الصحة استناني بعد الانترو ازاي تكون مقنع متميز عن علم وليس عن ابتهاد؟ معاكم دكتور وسيم ماجد مدرب مهارات بشرية دربت الالاف من المميزين في الاقناع وانا هنا جاي عشان اشاركك بالسر اللي هيخليك تزود مبيعاتك بدرجة كبيرة جدا فاستمر معايا لنهاية الفيديو خليني ابدأ معاك بموقف حصلي من اربع سنين من اربع سنين كنت رايح اشتري موبايل هدية الواحد صاحبي فدخلت المحل مشهور قوي قلتولي انا سمحت انا عاوز موبايل في حدود 500 ريال فاعرض لي منتج واحد وبدأ يتكلم عليه كتير جدا المهم حسيت لنا مش عارف اخد قرار حاسم بالشراء سبتوا الروحة الواحد تاني برضو نفس الكلام قاعد يتكلم كتير عن المنتج بتاعه وفي الاخير حسيت بإحباط انا مش عارف احدد هو المنتج ده كويس ولا مش كويس بصراحة امتطلع من المحل وقلت اجرب مكان تاني يمكن حد يساعدني ان انا اخد قرار صح دخلت للشخص اللي كان واقف وقلتوله وسمحت انا عاوز موبايل في حدود 500 ريال ليته ام جاب لي 3 موبايلات وقعد يشرح للفروق اللي ما بينهم والمزايا والعيوب بتاعت كل موبايل فيهم وفي الاخير انتخدت واحد منهم هنا كنت طالع مبسوط قوي لان انا كنت فاهم ليه انا اخترت الموبايل ده وليه الموبايل ده افضل من الموبايلين التانيين وحاسس وقتها اللي انا خدت افضل قرار طب الراجل اللي واقف ده اللي قدر انه هو يقنعني الفرق اللي عمله عن الاتنين التانيين تعارفين عمل ايه؟ عمل حاجة في العلم اسمها Provide Options قدم اختيارات للعميل ايه ده؟ هو ده ينفع؟ خلينا اديك الدراسة دي عالم مشهور عالم سلوك اسمه دانيال موتشون العالم ده عمل دراسة اتنشرت الدراسة بتاحته ديت في مجلة Journal of Consumer Research اللي حصل انه هو عرض على مجموعة من المستهلكين انه هما يشتروا مشغل استونات ديفي دي لان عشف المية بس هما اللي قابل انه هما يشتروا مشغل استونات ديفي دي بعد كده عمل التجربة تانية ولكنه عرض مشغلين كل واحد لعلامة تجارية مختلفة وكانت هنا المفاجئة في المبيعات انه حصل زيادة رهيبة جدا في المبيعات ف 34% من المستهلكين قابل انه هما يشتروا مشغل استونات ديفي دي و 32% من المستهلكين قابل انه هما يشتروا مشغل استونات ديفي دي يعني اجمال المبعد كان 66 % ياه و انت متخيل من 10% ل 66 % كان الفرق ما بينهم ايه هتعرض منتج واحد ولا اكتر من منتج العميل هنا هتقولي بس يا دكتور وسيم المثل بيقول عاوز تحيره خيره صح انت صح والمثل صح طولي طب ما هو الدراسة اللي انت بتقولها بتثبت عكس الكلام ده لان الدراسة متوافقة مع المثل ايه ده هي الدراسة بتقول نفس الكلام اللي بيقوله المثل ايوه اقول لك ليه بقى لان اللي حصل لما العميل يتعرض عليه منتج واحد بس ببقى الراجل دوت محتار ما بين المنتج اللي انت قلتله عليه وعدد لا متناهي من المنتجات الموجودة في السوق اسكت عندك او عند المنافسين فمش عارف يقيم هو المنتج ده احسن واحد فيهم ولا يمكن الاقي واحد احسن عند حد تاني عشان كده كتير من العملاء يقولولك ايه طب بس خليني ايه اسأل وارجعلك هفكر ورد عليك هو ليه بيقول كده لان هو بيحاول يتفادل خيار الاوحد مش عاوز بس يبقى معروض عليه منتج واحد بس لان ممكن المنتج ده يكون فيه مخاطر عالية قوي طب يعرف منين اسكن المنتج ده المخاطر بتاعته عالية ولا قليلة ولا قيمته عالية لازم يبقى فيه منتج تاني يقيسه عليه وده اللي ما حصلش لما عرضت عليه منتج واحد بس منتج واحد بس فانا مش عارف يعني هو حلوة لا مش لقي حاجة اقدر ايس عليها اه انما لما تعرض عليه اختيارين او تلاتة فانت هنا حصرت تفكيره في تلات اختيارات او اختيارين فقط بدل ما كان محتار ما بين بدايل كتيرة جدا موجودة في السوق بس ضروري اوي وانت بتدي له الاختيارين او التلاتة اللي انت تعمل ايه زي ما الراجل اللي باع للموبايل عمل معايا كان بيوضح للفرق والمزايا ما بين كل موبايل وموبايل فانت لازم تكون دارس المنتج بتاعك كويس اوي عارف المزايا والعيوب بتاعته عشان لما تيجي تتكلم مصاد العميل تقوله ايه المزايا وايه العيوب بتاعت كل منتج فيسهل عليه الاختيار ودي حتة مهمة جدا لان دلوقتي مع كتر المعلومات الموجودة في السوق وموجودة على الانترنت بقى العميل مش قادر ياخد القرار لان عشان ياخد قرار واحد محتاج يعمل كتير من الحسابات العقلية المعقدة اللي هو في الاخر مش حيرا فيه يعملها دوري انا بقى كواحد واقف مستشار امين موجود عشان اساعد العميل اعمل ايه اهون عليه الامور ورصتها له واشيل من عليه هم الحسابات العقلية المعقدة دي وساعتها ارشح له المنتج اللي فعلا هيعود عليه بالنفع الحقيقي وبالفعل الكلام اللي انا بقوله دوت بيحصل حوالينا تقريبا في حاجات كتير جدا هتلاقي الشركات الكبيرة المركات العالمية بيعملوا كده فلو روحت مثلا معرض سيارات هتلاقي معرض لك من كل نوع 3 اختيارات فهتلاقي السيارة السيدان في منها الصغيرة وفي منها الوسط وفي منها الكبيرة والفور باي فور نفس الكلام وحتلاقي كمان الشركات اللي هي الفاست فودز الشركات العالمية يديك 3 اختيارات يا اما يديك الوجبة الصغيرة او الساندويتش الوحده او يديك الميديم او يديك اللارج اللي هو الكمبو وكل حاجة بقت كده ليه؟ عشان يساعدك اللي انت تاخد القرار الصح تقولي طب انا اقدر اعمل الكلام ده ازاي فلو انت مثلا صيدالي تقدر يبقى انت حافظ ايه هو الهول سيلوشن اللي المفروض يطلع في كونديشن معين نفترض ان واحد مثلا دخلك وعنده كلف او بقع في الوجه وبيقولك دكتور انا عندي سمرار في الوجه وكلف وبقع عاوز اشيلها فهنا العلاج بتاحها ايه؟ اللاين اوف تريتمنت بيكون تونر وغسول ووكل الشمس وكريم طبيب مش كده ولا ايه؟ طيب ده كده باكيج ممكن تبقى الباكيج التانية ايه؟ ان انت ممكن مثلا تشير من عليه الغسول والطونر وتستبدلهم بحاجات تانية اقل في القيمة او ممكن تكون الشخص اللي قدامك ده واحدة منتقبة فتقولك انا ببتعررتش للشمس اصلا ففي الحالة دي ممكن واقي الشمس هنا مايكونش له الاولوية وهنا يحصل بقى هندسة الاختيارات فعلى حسب العميل اللي قدامك واحتياجاته وظروفه هتبتدي بقى تعمل هندسة الاختيارات بحيث ان يكون فيه اختيارين او تلاتة معروضين على العميل وانت تشرح المزايا والعيوب بتاع كل اختيار فيهم ساعتها انت كده هتساعده ان هو فعلا كده يختار الاختيار الافضل فيهم وساعتها هيقولك هو ده اللي مناسبني بناء على اللي انت شرحتولي وفهمتولي طب لو انت عندك مثلا شركة سياحية هنا برضو نفس الكلام تقدر اللي انت تقدم للعميل تلاتة اختيارات فتقوله مثلا الرحلة انت اخترتها دي ممكن تطلع اكسكلوسيف او ممكن تطلع بالعاشة بس او ممكن اللي انت تطلع من غير عاشة وغدى مجرد الاقامة وهنا العميل حيبتدي يختار بناء على المعايير بتاعته فواحد يقولك لا ده انا يهمني ان انا اكون لما اطلب حاجة تجيلي محدش يقولي اصليه مش موجودة طبع الحجز بتاعك فده اللي حتليه بيختار الاكسكلوسيف واحد تاني هيقولك لا شوف هو انا اصلا طول الوقت بابقى بره وبرجع على بالليل وانا اصلا بتغدى بالليل فانا خاختار بتاعت العاشة واحد تاني يقولك لا ده انا اصلا طالع معاك الرحلة السيحية دي عشان اجرب المطاعم اللي هناك فانا مش عاوز الاكل الموجود في المكان الاقامة اللي انا هكون قاعد فيه اه فكل واحد اختار على حسب ظروفه وعلى حسب احتياجاته وكل مهنة بقى وكل مجال يقدر يعمل موضوع الاختيارات دي اللي ممكن توصل معاك النتيجة لزيادة في المبيعات لستة وستين في المية زي ما دراسة العالم دانيال موتشن قالي وبكده يبقى احنا خلصنا فيديو النهاردة واللي كان بيتكلم على اهمية البروفايد اوبشنز وزي اللي انت تساعد العميل ان هو ياخد الاختيار الافضل له اللي هيعود عليه بالنفع الحقيقي لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وتأكد اللي انت مشترك في القناة وفعل الجرس لعلى درجة عشان يجيلك تنبيه بكل البيوتات الجديدة اللي هنعملها في الفترة الجاية اشوفكم في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته